اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أيها الأحباب الكرام يتجدد اللقاء بكم في رحاب هذه القناة الفاضلة مع درس آخر ضمن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في البند الثالث أحسن إلى جارك تكون مؤمنا هذه مرتبة عالية في هذا الدين وهو أن تكون مؤمنا ولا أريد أن أفصل في حقيقته ولكن يجب أن أبقى مرتبطا بما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يأمر أحسن إلى جارك تكون مؤمنا إن هذا الدين يا أحبتي ما جاء ليشت تشمل الناس بل جاء ليجمعهم ما جاء ليكسر عظمهم بل جاء ليجبرهم ما جاء ليكرههم في بعضهم البعض بل جاء لينشر ثقافة المحبة ما جاء ليضع أسسا للحرب والقتل بل جاء ليضع أسسا للسلام ولذلك ربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه جعل المقصد الأسمى من حياة الإنسان أن لا يعيش وحيدا لأن فيه ضنك وفيه مشقام وفيه صعوبة الله لم يخلق الإنسان بخاصيات كما خلق بعض أعزكم الله حيوانة كالنمور التي تعيش منفردة بل الإنسان لا يستقيم حاله إلا في جماعة يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا ما هو المقصد؟ ما هي الغاية؟ لتعارفوا ولذلك لا يمكن أن يكون هناك تعارف بدون إخاء وبدون ود وبدون محبة وبدون صبر وبدون تجاوز وبدون النكران مستحيل وَتَمَعَنُوا وَتَأَمَّلُوا مَعِي يَا أَحْبَابْنَا قول الله عز وجل جعلكم شعوبا وقبائلا أنا وأنت بعقلك المنهجي المنطقي يجب أن يكون الذكر والأنت ثم الأسرة ثم العائلة ثم القبيلة بعد ذلك ننتقل إلى العشيرة ولكن الله قدم الشعوب والشعب عن القبيلة لماذا؟ لكي يقول لي ولك لا قيمة للفرض أمام الجماعة ولا مكانة للقبيلة أمام الشعب ولذلك رب قال شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الذي يحسن إلى جاره قلبه مملوء بتقوى الله والتقوى والتقوى كما عرف أهل العلم هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل أي الرضى بما قسم الله لك هذه التقوى فمن هذه التقوى أن تحسن إلى جارك لأننا نحن الآن نعيش في زمن تكاد تغيب فيه بعض السمات الطيبة التي كانت في المجتمع ويجب أن تعود وأنت أعيدها مع جارك وأنا أعيدها مع جاري أحسن إليه وإن أسأ وأحلم عليه وإن جهل هذا هو الذي يجب أن يكون في مجتمع الإسلام وفي أمة الإسلام لأن الجار هو أقرب إليك من أخيك البعيد لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقة منطقية أنه كاد يوريته حيث قال ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيوريته ولذلك عندنا في فقهنا فقه المذهب المالكي أن الجار له حق الشفعة فيما تبيع فلا يمكنك أن تبيع ما تملك إلى البعيد إذا كان جارك يريد ذاك الذي تريد أن تبيعه هذا المبيع جارك أولى به ولذلك له حق الشفعة فيما بعته وأقول لأحبتي إن الجار إذا كان الإحسان إليه علامة من علامة الإيمان ودرجة من درجات التقوى فإن الجار يمكنه أن يدخلك الجنة ولا قدر الله أن يذهب بك إلى النار والعياذ بالله واسمعوا معي ما قاله رسول الله في موطنيني والحديث من رواية أبي هريرة ذكره البخاري وذكره الإمام المسلم أما في صحيح البخاري فجاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لن يؤمن والله لن يؤمن والله لن يؤمن ثلاث مرات مما يدل على خطورة الموقف فقال الصحابة من هذا يا رسول الله خاب وخسئ فقال صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن جاره بوائقه أي الذي لا يجنب إدايته جيرانه وسبحان الله كثير من الناس لا يقر له المقام ولا يستقر له الحال إلا إذا ذهب بجيرانه إلى المحاكم والعياد بالله أو يؤديهم في مالهم وأعراضهم بل في بعض الأحيان نجد سفك الدم وكأننا ما قرأنا وما سمعنا رسول الله وهو يقول لنا ويحذرنا أن ثلاث أمور ما ينبغي أن تمسها أو تدخل إليها وأنا أشبه بذاك المثلث الذي يسمونه متلة الموت بيرموضا وهو العرض والنفس والمال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لكن للأسف نجد بعض الجيران هم أولى وأول من يقتحمون هذه المحرمات وفي حديث مسلم يقول رسول الله من رواية أبي هريرة أيضا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره الله أكبر يا أحبتي رسول الله يأتيه رجل فيقول له يا رسول الله ذلني على عمل إذا قمت به دخلت الإسلام ما قال له صلي كثيرا وقم الليلة كثيرا وصم كثيرا وإنما قال له كن محسنا الرجل تعجب فقال يا رسول الله كيف أعرف أنني محسن أو مسئ فقال له وتجاوزت وكان فيك النقران الدات أمام تحقيق مصلحة وهي جلب المنفعات رسول الله يقول للرجل كن محسنا كيف أعرف أنني محسن أو مسئ اسأل جيرانك رسول الله يا أحبة ضرب لنا آطم الأمثلة وليس جزافا أن يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الآخر وذكر الله كثيرا أتساءل معكم بالله عليكم هل الذين كانوا يسكنون بجوار رسول الله في المدينة كلهم كانوا يؤدون الصلاة صلاة الفجر مع رسول الله كان هناك المشرك وكان هناك المسلم وكان هناك اليهودي بل كان هناك النصران الذين دخلوا من نجران ورسول الله ما اعتد على أحد منهم والمسلمون كانوا يتعاملون معهم بكل أريحية وطيم يقدمون لهم المساعدة إذا احتاجوا وينصحونهم إذا استنصحوا فهذا عبد الله بن عمر كان إذا دبح شيئا شاتا أو ديكا أو عنزة يقول لغلامه احمل منها إلى جارنا اليهودي فكيف تخول لنا هذه النفس الأمارة بالسوء الاعتداء على جيراننا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم آذاه اليهود الذين كانوا يسكنون بجواره ورغم ذلك قابل ساعتهم بالإحسان فكان سببا في دخولهم الجنة كان سببا في دخولهم الجنة لأنهم أسلموا وأذكر لكم محطة واحدة فقط مرة زار رسول الله أحد جيرانه اليهود كان له شاب مريض ابنه فدخل عليه رسول الله فوجد حالته سيئة فبدأ يواسيه فقال النبي للشاب أيها الشاب أسلم أضمن لك الجنة قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أضمن لك الجنة فما كان من الشاب إلا أن نظر إلى أبيه فقال له الأب أطع أبا القاسم كيف؟ لأن اليهود يعرفون أن محمد حق يعرفونه كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الحق من ربك فلا تكن من الممتعين فأسلم الشاب يقول الراوي فمات عجبا دخل الجنة لم يصل رقعة ولم يصوم يوما بفضل من؟ بفضل سماحتي ورفقي وحلمي وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نحن من هذه القيم؟ أين نحن من هذه القيم؟ يا أحبابنا وأختم بحكم بهذه القصة الرائعة قبل أن أقول لكم إن الجار عندنا في الإسلام ثلاثة أنواع جار المسلم القريب له عليك ثلاث حقوق حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة ابن عمك بجانبك ابن خالتك بجانبك أخيك بجانبك وهناك الجار المسلم له عليك حقان حق الجوار وحق الإسلام وهناك الجار الغير المسلم له عليك حق الجوار لا تؤديه لأنه مكاتب أو معاهد أو دمي ما ينبغي لك أن تعتدي عليه وإلا كان خصيمك يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القصة وقعت لعبد الله التيسيري هذا من التابعين كان يسكن بجانبه جار مجوسي وكان من بيت المجوسي تقب ينبعث منهما ينزل على شكل قطرات خفيفة أعزكم الله من كنيفه فكان يضع جفنة وفي الليل يهرقها في الرمال وما قال للمجوسي شيئا إلا أن أصابه مرض فاستدعى المجوسي فقال له يا أخي انظر إلى ذلك التقم ما قال له يا مجوسي يا كافر يا مشرك بل قال له يا أخي انظر إلى ذاك التقم إنه من كنيفك فأصلحه أخشى أن أموت ويسكن هذه الدار بل لا يصبر على إدايتك فيؤذيك فبدأ المجوس يبكي ويقول أو تصبر على إداية طوال هذه المدة وأنا بجانبك على دين المجوس مد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يقول الراوي فمات عبد الله التيسيري ما أعظمها من جائزة أن تلقى الله وقد دخل الإسلام واهتد على يديك ابن جارك أما المفهوم الذي أصبح عندنا نقوله لأبنائنا لا تمشي مع ابن فلان إياك أن أراك مع ابن فلان وهو جارك الباب بالقرب من الباب فمن أراد أن يصلح أبنائه فليصلح أبناء جيرانه لكي يستقيم حال أبنائه أيضا وإلى أن ألتقي بكم في تأمل آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع السلام عليكم ورحمة الله كلام الله يهدينا ويسقي القلب يحيينا به نسمو لعزتنا كما قد قال هدينا فقف للوحي متعظا فنهر الوحي يروينا تأمل ما به تزكو تأمل واعتبر حينا تأمل واعتبر حينا